والله انا طالع بدور عمر عمر والصرفي هو صاحب علي واصحاب من هما صغيرين وعمر هو اللي شد علي وقال له تعالى نشتغل في الاعلانات وعمر من جاوز شرين هما ثلاثة اصحاب قوي من زمان عمر وعلي وشرين وفتحوا اجنسي مع بعض بتاعت ماركتنج وكذا والاجنسي ناجحت وبس وعمر بقى ماشي في رحلة علي شرين علي بتدا يتغير وابتدا يكتئب وابتدا يتعب وعمر اللي بيحاول يشده وبيحاول يطلعهم اللي هو فيه وعلاقة عمر وشرين انا بحبها جدا في المسلسل لان هما زي فيه كامستري كده ما بينهم ان شرين حامل في الشهر الثامن وعمر على طول يعني بيحاول يحل كل حاجة ويبقى ورا السطارة بيحل اي مشاكل في الاجنسي مشاكل مع علي وكده وشرين اصلا موطرة في الطبيعي فهو بيحاول دايما يهدي الامور يعني وعلاقته مع عشرين بالنسبة لي كانت يعني كتلايت قوي وكتلازيتة وعلاقته مع علي كده صداقة حقيقية وبالزاد ان عمر وعلي يعني انا في الحقيقة ادم وامير احنا وصلا اصحابنا واحنا العيال فانا وامير فالموضوع طلع بس انا طلع بشخصية عمري مختلفة عن شخصيتي خالص وعلي برضه طلع شخصية مختلفة عن امير خالص بس في نفس الوقت في في ان احنا في شوية حاجات كده بتبقى دايما غزبا عنك يعني مع الموضوع اه لا التمثيل حاجة مختلفة خالص يعني اه يعني انا ومين نلعب مزيكة من واحنا صغيرين مع بعض والمزيكة عندنا لغة ما بيننا وبين بعض في المزيكة خلاص فهمنا بعض بقى اننا سنين نلعب مع بعض مزيكة وكده التمثيل بقى لقيت الموضوع الصداقة اكتر من الشغل ان هو اه انا فاهم هو عامل دور علي ازاي انا فاهمه لان اعرف امير كويس اوي ففاهم هو اواخد شخصيات حتة من شخصياته عاملة ازاي مع علي و اه و انا كآدم في حاجات في التمثيل وخدم شخصيات الحقيقية شوية بس طبعا بس هو عمر مختلف عني تماما في حاجات كتيرة بس اه عشان احنا اصحاب قوي من زمان فانا فهمت علي شخصياته عاملة ازاي من امير نعرف امير كويس واعتقد امير فهم عمر ده شخصيته عاملة ازاي فاانت لو تعرف حد كويس flowing حتة هو بيمثل بتبقى عارف هو قصده ايه في الي هو عاملة فاااااااااااا بس فالصداقة لاعبイ الدور طبعا ان انا وامير قصلا اصحاب هالماوضوع كان اسهال لي يعني بكتير في توبيك في المسلسل بالنس بالي مت عملش خالص اللي هو يا حتة الوحدة في ناس كتير قوي عايشة في وحدة جامدة وعايشين في العالم بتاعهم منعزلين عن الناس فالمسالسة ده لما قريته لقيته هو النقطة دي يعني مركز فيها جامد وفي شخصيات كتير قوي بقى في المسالسة اللي طالع أحب أتفرج عليها لأن في ناس كتير قوي أنت بتقابلها أن هي ناس طبيعية بس أما تيببص الحياتة تلاقي أن عندهم وحدة وعندهم صراع نفسي وعندهم وعندهم بس عمرك ما تعرفه فالقراية نفسها حطيتني أن كل كاركتر في المسالسل في صراع نفسي كده كل الناس بتمر بيه أصلا في الطبيعية بس عمرك ما تعرفه دي حاجة ما بينك وبين نفسك محدش بيحس بيها فالمسالسل ده يحسسك أن انت مش لوحدك لو انت حاس بوحدة لا أنا بحب لوحدة جدا يعني دي مشكلة أصلا فأكتر ناس بتعافش طاعد لوحدة بحس اللي هي دايما بتعتب نفسها على حاجاته كده أنا ما عنديش الحمد لله دي على قد ما قدر حتى صحابي بيتدايقوا من الحكاية دي بيبقوا نسزين كتير ويكلموني وتعالى بتاعيان أه طب جايي وبعدين أكلمون لهم لأ مش هادر بس بدوسها على نفسي على قد ما قدر إن أنا حتة الاجتماعية بتبقى مهمة قوي يعني في أيام كتير قوي أقول هاد لوحدة النهاردة اتفرج على فيلم وبتاعه وانام بدري مثلا وبعدين بأصحابي بره أو حاجة وبعدين دوسها على نفسي وأخرج لما أرجع بمبسوط أكتر بكتير فالواحدة اللي هي وقتها وردو بس إنكتب أكتماعي دي حاجة في غريزتنا يعني حاجة مهمة فلما كون زهين أهو عايزة أطلع من الواحدة أروح للستوديو هلا يوم هناك يعني أنا يمكن أقل له أحب بيروح المكتب بيروح للستوديو كده هم عارفين دائما لو أدم ظهر فيه مصيبة هي معروفة في البند يعني وأدم هنا بيعمل فيه مشكلة فبحاول أحل اشترك في بقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و 99 قرش وبقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و 99 قرش